السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة ودرج جديدة على كيزاكوب وانكم ونشوف الحصة اليوم السلسلة رقم خمسة من تمارين من جموعة الأعداء الصحية الطبيعية ومبادئة في الحسابيات السلسلة هذي هنشوف فيها تمارين من تمارين رفع التحدي ونعطيكم أسئلة ومساعدة للإجابة على التمرين التمرين اللي عندنا في حصة اليوم هو التالي الهدف من تمارين هو البرحن على أن 2 عمل 2 أس أربعة ناقص واحد قابل القسم على خمسة بحيث 2 عدد طبيعي الآن الغرض نعتبر عددين A لكي يسوي 2 عمل 2 أس أربعة ناقص واحد وB لكي يسوي 2 ناقص واحد في 2 زائد واحد في 2 زائد ثلاثة السؤال والقابين أن B يقبل القسم على خمسة هذا B الطويل الثاني قابين أن B ناقص A كي يسوي خمسة والسؤال الثالث هو استنتيج أن A يقبل القسم على خمسة السؤال الأول لنبين أن العدد B هو يقبل القسم على خمسة لهذا الغرض نستعن بواحد الملحوظة لكي تقول أو لم يلاحظة لكي تقول لكي تقول أن 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 A 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 خمسة أعداد متتالية إلا لاحظتم معي فهي أعداد متتابعة وبالضبط منها خمسة الأعداد متتابعة وكنا واحد الخاصية اللي غنبرنه عليها من بعد في هذا الفيديو اللي كتقول الخاصية كتقول أنه جداء خمسة أعداد طبيعية متتالية لما صحيحها طبيعية متتالية او لا متتابعة فهي تمثل مضاعف للعدد خمسة في هذا الفيديو سوف نبرهنه على هذه الخاصية وبالتالي إن قدروا إلا أخذنا هذا الملاحظة بين الاعتبار وهذا الملاحظة الخاصية قدروا بسهولة النبي يقبل القسمة على خمسة لأن النبي والجداء خمسة أعداد متتابعة صحيحة طبيعية متتابعة يقبل القسمة على خمسة أو مضاعف للعدد خمسة مضاعف في الحل كنت أخذنا مضاعف نبي وان ناقص واحد عمل لان عمل لان زائد واحد عمل لان زائد اثنان عمل لان زائد ثلاثة هذا هو ببديلنا ندرسوا الحالات القسمة دي الان مع خمسة هنشرح لكم مثلا الفرد ان يقبل قسمة على خمسة او او يعني ان البقية القسمة دي الان على خمسة وواحد او لان كي سوي خمسة كا زائد اثنان او لان كي سوي خمسة كا زائد ثلاثة او لان كي سوي خمسة كا زائد اربعة هذو هم الحالات لكينين ان يكون على الاقل في واحد من الحالات يال الحالة الولى يالتانية يالتالية يالتالية يالرابعة يالخمسة احنا في كل حالة من الحالات غنبينوا بان بي يقبل قسمة على خمسة نشوف الحالة الولى لان كان ان كي سوي خمسة كا نعود ان بي خمسة كا كي ستقولي عندي تقولي عندي بي هي خمسة كا اعملي ناقص واحد ان زائد واحد ان زائد اثنان ان زائد ثلاثة اذا بي او لان بي انكي سوي خمسة في واحد العدد لي كبير احنا في الحالة اللولى ذو وزناها الحالة الثانية عندي خمسة كا اين كي سوي خمسة كا زائد واحد الى اين انقصت من واحد ما تقولي الى بيت نحسب اين ناقص واحد كم تساوي تساوي خمسة كا اذا نعود اين ناقص واحد بي خمسة كا في المعادلة في بي هتعود وغا تلقى بان بي كتساوي خمسة كا ياين ناقص دو وبي ساوي خمسة كا وبي هو تي بي قبل القسم على 5 في الحالة التانية وخام بي سوي خمسة كا زائد جوج هل نأخذ انزايت ثلاثة لاتعطينا ايا خمسة كا زائد خمسة يعني انزايت ثلاثة كتكسم على خمسة ومينو تبية طبعا تتكسم على خمسة لانه انزايت ثلاثة كتكسم على خمسة و بجداد بهذا الشي كامل على 5 n-2更 5 كذلك في الحال اغلب نعوضه بي هو خمسة في عدد كثيرة ثم نزيد 1 وهي 5k و من هذا النصف يعني جميع الحالات كتلقاو بما كانت N كتلقاو ببي كيساوي خمزة في واحد العدد وبالتالي قدروا بقلو بان ببي يقبلو القسمتها على خمسة الطريقة هذه البرهان كتتسمى فصل الحالات فصل الحالات يعني كنشوف واحد العدد شناو ما جميع القيم الممكن اللي يقدر ياخد وكنحاول نبين بان كيفما كانت القيمة فان النتيجة واحدة يعني مثلا هنا كنشوف اين وقابل القسمة ديله على خمسة يعني كيفما كان الباقي فان كنلقاو بان ببي يقبل القسمة على خمسة وكذا كنكون جاوبنا على السؤال الاول السؤال التالي قلق بان ببي ناقص ا كيساوي خمسة كار حسب السؤال الاول عندنا ببي هو اي ناقص واحد س Long 2 انا قدرنا نقول تليد عدي اقص اوي عملا اي ناس 40 بان اقص واحد انتلقاً من سؤالو إيه المعلومة اللي يعدنا ò ده بنعمل هو O أ بالي الطريق realiz chops بl gedول 2SO4‬¹¹¹ 2SO2‬¹¹¹¹ ² تعطيني نقص 1 عملا لان زائد 1 طبعا الشيء كامل في اين قص اثنان زائد 1 نكتفيه بضغارات ونجي نحسبه دابا نبع نقص ا عندي ببرقنا ناقص واحد عملا لان عملا لان زائد واحد عملا لان زائد اثنان عملا لان زائد ثلاثة سوف نقص من هذا كشير خشلية قبيلة عمل لان ناقص واحد عمل لان زائد واحد عمل لان اس اتنان زائد واحد هنا نشوف قواسب مشتركة هنا وهنا كان ان ناقص واحد نكشبه بلون مغاير مضربة في ان و مضربة في ان زائد واحد كان هنا و كان هنا في الطرف الاول شايف قلية قلية ان زائد اتنان عمل لان زائد ثلاثة بينما في الضفة الاخرى سوف نقص اتنان زائد واحد كيف قلية هذا باقي؟ غير نبسط دكش اللي بين قوسين نخلاش اللول ما نقصوش ان نقص واحد عمل لان عمل لان زائد واحد وتمنشر عندي ان ان اس اتنان زائد ثلاثة زائد اتنان اين زائد ثلاثة اين زائد ستة اشي الناشرة كتعرفولي لان ما محتش نقفي بزاف ناقص اين اس اتنان ناقص واحد تم حيط الاقواص هنا غنبسط عندي بي ناقص ا قلنا كتساوي هي اين ناقص واحد عمل لان عمل لان زائد واحد نعمل لان اس اتنان زائد خمسة اين زائد ستة ناقص اين اس اتنان ناقص واحد نعمل لان شرط اين اتنان يتقوم بزافت حيط اين زائد واحد ناقص خمسة اين ناقص اين ستة ناقص واحد نعمل بخمسة تمشات القليه جي خمسة عمل لان زائد واحد ونضيف الطرف الاخر نقص 1 عمل 2 نضع نضع كامل من خمسة نسمح ندعها ككبيره يساوي عمل 2 عمل 2 عمل 1 بالتالي شحالة تولي عندي B ناقص A فإن B ناقص A تسوي لي خمسة كا وبالتالي كنكون جوابت على السؤال ديالي اللي كي يقول لي بين أن B ناقص A كي يسوي خمسة كا معك عدد صحيح طبيعي والسؤال الثالث ما هو إلا استنتاج من السؤال الأول والسؤال الثاني قل قبير أن A يقبل القسمة على خمسة هذا سهل تستعملوا غير لمعطاية دي السؤال الأول ومعطاية السؤال الثاني من لكي يقول السنتيج يعني ما كي يكونش في حساب كتكون غير بحلقة تقول غير كتستعمل بالأجوئي بس سابقة لإيجاد الحل نحنا كنا بنفس سؤال سابق أن B يسوي خمسة كا معك عدد صحيح اللي هو حساب السؤال الأول لأن B مضاعف للعدد خمسة طبعاً لكا معك عدد صحيح طبيعي من تمي إلى أين حساب السؤال الثاني شنو عددنا عددنا B ناقص A ما كي يساوي؟ كي يساوي خمسة كا هذا حساب السؤال الثاني طبعاً تاكا هنا ينتمي إلى أين؟ جوجو عدد صحيحة طبيعية إذن انتلاقاً من هذه العلاقات تريد أن تحسب A A سيساوي لي هو B ناقص خمسة كا و B ما كي يساوي؟ هو خمسة كا بريم ناقص خمسة كا إذن A سيساوي لي هو خمسة عامل لكا بريم ناقصك وبالتالي بوضعكا بريم ناقصكا هي كا سوغوند فإن A كي يساوي لي كي يساوي لي خمسة في كا سوغوند وبالتالي نقول أن العدد A يقبل القسمة على خمسة هذا التمرين من تمرين رفع التحديات لشوف المقرارات عندكم كنتمنا تكونوا استفتوا معايا في الفيديو هذا وريدكم طريقة لحل هذا التمرين لأن هذا التمرين رفع التحديات لا يكونش فيهم الأسئلة المساعدة نعطيناك الأسئلة المساعدة وعطيناك طريقة الحلول كنتمنا تكونوا استفتوا معايا مزيان فالدرس هذا ونضرب لكم إن شاء الله موعد جديد في درس آخر وفي الأحراف في تمرين آخر على كي زاكو بوان كوم كان معكم مرضوان السلام عليكم